وزارة الداخلية بالتعاون مع جميعات المجتمع المدني ركبوا أطراف صناعية لعدد من الزلاء 16 سنين في أبو زعبل كان عندهم عقاة ما بين باتر في الإيد أو في الساعد أو في الرجلة أو شال الأطفال كان فيه مطلوب تركيب أطراف في الحياة عمل ده وقطاع السبون كافة يعني محرسين على توليه الرعاية على أعلى مستوى لكافة نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخاريلي ويشعرهم بأنهم لزء من المجتمع تمهيدا لعوداتهم إليه كمواطنين صالحين عقبا انتهاء فترة عقوبتهم تركيب الأطراف دي كالتوليهات الوزير سيد مدعب غفار بتعظيم أوله الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السبون والعمل على زيادة أوله التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني في منظمات كثيرة لو احنا فكرنا مع بعض وعملنا على حد سنعمل خدمات كثيرة جدا وأنا هنا عندي اقتراح فيما يخص السجون عاصلنا جايير رسالة من اللواء طيب نشوف الفيديو الأول بتاع الشرطة ده وبعدين نحكلم عن الحكاية دي المكان هو منطقة سجون أبو زعبل بعض السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ولأن الإنسانية لا تفرق بين سجين وطليق فقد وفر قطاع مصلحة السجون أجهزة تعويضية لهم وداخل مستشفى السجون بدأ تركيب الأطراف للسجناء ليبدأوا بعدها في تجربتها عمليا إما بالمساعدة أو بالاعتماد على النفس وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من السجناء الذين أبدوا سعادة بها لأنها تساعدهم على الحركة الله يا فندم أنا قدمت طلب لقدرت السجن ووفق عليه والحمد لله جاب لنا الرجل التعويضية ونحمد ربنا على كده أحرك دريعة وأعمل بيه كل حقاية برضو غير اللي أحسن من الأول يعني دلوقتي أنا أقدر أمشي أقدر أعمل كل حقاية أنا الأول كنت ماشى ب82 بالعصائي أحمد لله قلقات وإيدي وطعباني كنا الحمد لله يعني أنا الأول ما كنتش بعرف أعمل إيدي بإيدي اليمين حاجة دلوقتي الحمد لله بي تحركها ماشي وقد تحسل لنقصنا حاجة دلوقتي الحمد لله مش نقصنا حاجة قطاع مصلحة السجون بالاشتراك مع إحدى الجمعيات الأهلية وفر هذه الأجهزة في إطار بروتوكول تعاون موقع بينهما لهذا الغرض سوف يتيح المزيد منها لكل السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية السجين داخل المؤسسات العقبية في السجون المصرية هو إنسان في المقام الأول والنهاردة إحنا بصدد بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية عشان بنوفر أجهزة تعاوضية لزوي الاحتياجات الخاصة اللي موجودين في الومانة بوزعبة اللي إحنا متواجدين فيه ومن خلال الخطة والبروتوكول اللي إحنا موقعينها إحنا بنوفر كل الأجهزة التعاوضية لجميع النزلاء زي الاحتياجات الخاصة داخل السجون المصرية الجهاز التعاوضي بيبدل مع النزيل السجن مدل فترة عقوبته بيخرج به بعد ما بيخرج به لو فيه أي سيانة عايز يجدده الجهاز التالي بيرجع لنا مقرد جمعية وبنوجه له أي شركة معينة وبنجدد له الجهاز تاني وجرضا نتابع حتى برضو بعد الخروج من السجن إذا كان السجن تأديبا وتهذيبا وإصلاحا ليكون السجين بعدها عضوا نافعا في مجتمعه بعد خروجه فإن الاهتمام بالإنسان السجين هو في مقدمة أولويات وزارة الداخلية وهو ما ظهر جاليا على الأرض متجسدا في مثل هذه المبادرات المعممة على كل السجون